يبدو أن التمهيد لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل قد بدأ من خلال تصويت أعضاء الكنيسة الإسرائيلية على حل مجلسهم عقب فشال رئيس المزراء اليميني بن يمين نتنياهو في تشكيل حكومة تقود البلاد ووفقاً لرويترز فإن نتنياهو فضل إجراء انتخابات جديدة في السابع عشر من أيلول القادم بدلاً من اللجوء إلى الخيار الآخر الذي قد يطلب بمجيبه الرئيس الإسرائيلي رئوفين ريفلين من سياسي آخر محاولة تشكيل حكومة ائتلافية بدلاً من نتنياهو وتشكل الانتخابات المزمع عقدها تنافساً سياسياً لا سيما أنها ستكون الثانية من نوعها خلال عام واحد بالإضافة لكونها جاءت نتيجة تصويت برلماني الأمر الذي يعتقد أنه شكل ضربة ومفاجأة لنتنياهو زعيم حزب الليكود الذي حكم إسرائيل على مدى عشر سنوات طموح نتنياهو بتشكيل ائتلاف حاكم يميني في إسرائيل تعثر وفقاً لمراقبين نظراً للخلاف بين الأحزاب الدينية والعلمانية لا سيما أن الأحزاب الدينية اليمينية عرضت بشدة مشروع قرار تقدم به وزير الدفاع السابق أفيكدور ليبرمن زعيم حزب إسرائيل بيتنا وذلك لتجنيد اليهود الأرثوذوكس حيث كان ذلك شرط ليبرمن لتشكيل حكومة ائتلاف مع نتنياهو